اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة أستاذ طارق برأيك متى يلجأ كل من الزوج أو الزوجة ليدخال أو الأخذ برأي شخص ثالث إن كان من المقربين أو من الأهل خلينا نتكلم عن ليش يلجأ الشخص ليش يلجأ الزوج والزوجة إلى إدخال الشخص ثالث الآن الزوج والزوجة في عندهم احتياجات عاطفية فكل شخص بين الاثنين له احتياجاته الخاصة العاطفية له علوياته واهتماماته فتلاقي إذا شعر بنقص فيها يلجأ لهالموضوع إذا جئنا نفسر هذه الاحتياجات العاطفية عن كل الطرفين عند الزوجة أو الزوجة وأولوياتها بالنسبة لهم نلاقي في كثير أشياء فيه بالنسبة لهم فيه الإشباع الجنسي هاي الأشياء كلها موجودة فيه اهتمامات وأولويات شخص كرجل أو مرأة لكن تختلف أولوياتها تلاقي عند الرجل فيه عنده من الأشياء اللي ذكرناها خمس أولويات في المقدمة أو ثلاثة في المقدمة أو البقية في الأخير تلاقي عند المرأة تختلف تماما فلذلك أحيانا الرجل يقوم ببعض التصرفات المرأة تنتظر التصرفات هذه أن هي تكون لصالحها هو يرى أنه قام بتصرفات أكثر إيجابية وإهتمام بالنسبة معطيها هو أولوية واهتمام أكثر بينما المرأة ترى هلا شيء ناس الشيء عندها مرأة قد تتصرف فيها بتصرفات من الأشياء اللي ذكرناها من الأولويات هذه اللي ذكرناها بشكل عام هي تعتقد أنها تدسر رسالة الطرف الآخر أن أنا أحبك وأثبت لك مدى قربي لك بينما هو الرجل يرى أنها ليست من الأولويات وليست من التصرفات فيقع كل الطرفين بعدما كانوا في مرحلة الخطوبة كل واحد يحاول ينمي هذه الأمور عند الطرف الآخر أصبح كل الطرفين ينظر إلى أولويات واهتماماته يعني في مرحلة الخطوبة ترقي الزوج يبحث عن أولويات واهتمامات زوجته عشان يرضيها الزوجة تبحث عن أولويات واهتمامات زوجها عشان ترضيه بينما بعد الزواج كل واحد يبحث عن أولويات واهتمامات نفسه فإلاحظ أن الآخر الأولويات والإهتمامات اللي قاعدة تسويها خاطئة بينما هو يعتقد أنه صحيحة بهذه الطريقة فخلينا نفسر الموضوع بطريقة ثانية مثلا بأمثلة الرجل الآن لما يتزوج بشكل بدون شاك أن الرجل عادة احتياجاته العاطفية تكمن أو تتركز من أولوياته هي الإشباع الجنسي المرأة من أولوياتها هي الصداقة الحظمية والمحادثة التي هي مفعمة بالحب فالرجل يبدأ في حالة إشباع الجنسي يبحث على إشباع الجنسي ونزوجته ما يلاقيه يحاول أنه بعض الرجال يطور هذه الجوانب وينميها من خلال بعض الأمور ومؤسلات من خلال بعض الرسائل يصلها لها من خلال أهل ومن خلال صديقات ومن خلال أخوات يعني صديقاتها أقصد أنها يوصل لها رسالة بهذه الطريقة تبدأ تنميها الأمور إذا ما وجدت تنمية في هذه الأمور يبدأ بإدخال طرف الثالث قد يكون الطرف الثالث هي خيانة غير مشروع المرة نفس الشي وعندما تبحث عن شخص يحادثها مثل ما كانت في مرحلة الغطوبة عن شخص يعبر لها عن الحب عن الإعجاب وما تجد هذا عن زوجها فستبحث تبحث تبحث تبدي هي الحب والإعجاب لكن زوجها ما يبادلها والله هي قاعدة تغزل تحبني وتعطيني هدايا لها في عالم الحب مثل وروض وغيرها أنا ما تعني لي هالأشياء كرجل مثلا فيبدأ يبتعد عنها أو هي تشعر أنه بدأ يبتعد عنها بينما هو كان قريب في مرحلة الغطوبة فتبحث عن هذا الإعجاب وعن هذه العلاقة والصداقة مع شخص أخر دخول الطرف الآخر قد تحدثنا عن السبب في دخول الشخص الثالث في الموضوع هذا ولكن ما إيجابيات وسلبيات دخول الطرف الثالث في العلاقة الزوجية إيجابيات سلبيات دخول الطرف الثالث الطرف الثالث رو إيجابيات إذا كان شخص يعني من الأشخاص هل من يمكن أن نقول المسلحين الاجتماعيين الأشخاص عندهم مراقبة الضغير في إصلاح ذات البين لكن أحيانا قد يكون الشخص بحسن نية يدخل في الموضوع بهدف الإصلاح لكن يبدأ الرجل مثلا يشكي لأحده عن نساء عن بعض الأمور فيشعر أن هي مهتمة فيه يوميا وتسأل عن الأخبار وعن الإجراءات وعن المسجدات وعن أفكارها ماذا صار منها تحاول تنسح في بعض الأمور فيشعر أن هذه المرأة هي قريبة منها أكثر هي مهتمة فيه نفس الشيء المرأة تبدأ الطرف الثالث المصلح يسألها شو هي المشكلة تفصل المشكلة يبدأ يدخل معها ليش ما تصرفتي بالطريقة الفلانية طيب تصرفي بالطريقة الفلانية سوي كذا أعملي كذا تشعر أنه مهتم فيها أكثر يحاول إسعادها فتبدأ تميل بدون قصد وهو يميل بدون قصد يشعر كل الطرفين في انجذاب وخاصة هذه الأشياء عندما يكون الشخص صديق في العمل موجود أو جار أو من المقاربين اللي يترقدون علينا دائما نشعر أنه صديق العائلة من الأهل المتواجد بيننا فنلاقيه دائما نشعر في انجذاب مع الطرف الآخر أنه والله الطرف الآخر فهمني أكثر من زوجي أو الطرف الآخر تفهمني أكثر من زوجتي لتلاقيه بكل سهولة بدأت العلاقة تنجذب وتنساب وتميل ناحية الحب والشوق للالتقاء بالمصلح فهذه من السلبيات اللي غير مجدية في انجاح العلاقة الزوجية بل مفكك العلاقة الزوجية فنقول إذا تدخل الطرف الثالث يكون تدخل ضمن فترة زمنية معنية وبحدود وبهدف الإصلاح ثم الانقطاع وليس دائما وإذا تدخل الطرف الثالث يدخل في وجود شخصين الزوجة الزوجة دائما ويكون محايد مع الفنين أما أنه يدخل مع كل واحد لوحده بهذه الطريقة فتلقى قد يميل لطرف آخر وقد تنتج عنها علاقات الشرقية أستاذ طارق نعرف بأن الحياة الزوجية أهميتها ومسؤوليتها الكبيرة وفي بعض المراحل قد نواجه بعض المواقف التي قد نحتاج بها إلى رأي شخص قد نثق به فبرأيك كيف يتم اختيار هذا الشخص؟ ذكرنا قد يكون هناك ناس موجودين عندنا في العائلة من الاشخاص اللي هم حكمة وعقلة ونستطيع أن الكل يثني على حكمتهم ورجاحت عقلهم وحكمهم على الموازين وعلى أمور ومشاكل الحياة وخبرتهم في الحياة ورقابة الله ومخافة الله وقربهم إلى الله عز وجل هي أهم شيء الشخص هذا أن أختار الشخص الذي يخاف الله ويراقب الله وقريب من الله عز وجل والشيء الأخير قد أقول أننا أصلا أنا كشخص أو الرجل كرجل أو الزوجة كزوجة هي السبب في الأمور التي قاعدت تصير وهو من يغير هذه الأمور وهو من يجعلها تجري بهذا المجرى وهو من يجعل في قراراتنا سواء الله أن أرتحت مع الوسيط وما أرتحت مع زوجتي أكثر ولا أن أرتحت مع الوسيط وما أرتحت مع زوجي أكثر هذه الأمور تكون من قراراتنا ونحن من نقررها إذن نهاية لحلقتنا أستاذ طارق هل هناك أي نصيحة أخرى تود أن تفديها إلى مشاهدين متزوجين وغيرهم؟ نعم أنصح للمشاهدين بشكل عام أنه يعتنون حق العناية بمعرفة الاحتياجات العاطفية كل مقارنة مش غيب أن أنا أسأل زوجتي أو زوجتي تسألني شو هي الاحتياجات العاطفية أو أولوياتي شو هي الأولويات واهتمامات اللي أريدها منها وهي تسألني شو هي الاحتياجات العاطفية اللي تريدها مني وأكتبها في البداية وأفهم الطرف الآخر إذا عرفت كيف ألبي أولويات اهتمامات الطرف الآخر مجد نفسي أنا قادر على إشباع رغبات الطرف الآخر وقادر على احتواء الطرف الآخر واحتواء العلاقة من أي تدخل خالي شكرا لك أستاذ طارق الشمير على هذه المعلومات المهمة أعزائنا المشاهدين نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقتنا اليوم في الحفاظ على العلاقة الزوجية من تدخل شخصا ثالث أو طرف ثالث نلقاكم في حلقة أخرى قريبا والسلام عليكم اشتركوا في القناة